رح ننتقل لمساحة ثانية من مساحات صباحنا غيرها ونروح فيها لمحطتنا الاجتماعية تحدثنا بالمرة السابقة عن تشتت الانتباهي الحالي اللي بتصيب العديد من الأطفال وبتسبب لهم عديد من المشكلات زينب وضمن محطتنا اللي تالي نتابع الحديث عن أسباب هاي الظاهرة وطرق التعامل معها مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب إسهد صباحك إسهد صباحك أهلا وسهلا فيك رندا أكيد رندا صباحك وأكيد من قولة يمكن الحلقة الماضية يحكينا عن تشتت الانتباه المرتبط مع فرط الحركة أو النشاط مثل ما بيقولوا يوم خلينا نحكي عن تشتت الانتباه كشي مستقل حتى نفصل شويانه في بعض الأولاد عندهم فقط تشتت الانتباه خبرين عن هالمصطلح شو النتائج السلبية الممكن تنشأ عن تشتت الانتباه أول شي خلينا نحكي عن الانتباه أساسا شو هو وكيف بيصير الخلل فيه دائما بتكون فيه بالمراحل الجنينية الأخيرة بيكون فيه مشاكل عند الأم خلال فترة حملة الأخيرة ممكن يكون سبب من الأسباب اللي بتعطي شوية مشاكل لما بيجي للطفل فبيكون عنده بيظهر عنده أنه ممكن يكون فيه هذا التشتت أو هذا الانتباه نحن اللي بنغفل عنه كأهل أنه دائما للانتباه بيمر بمراحل عمرية مثل ما نحن منمر فيه فهو بيتكون وبيتشكل حتى بالأخير يكون ثابت ويكون قادر حتى أنا كمثل ما نحن مثلا أنا أدراني كشخص بالغ أقدر ركز بموضوع أحكي فيه ولو ما كان مثلا من اهتمامي أو ممكن يكون مزعج لي ولكن ممكن أنا ركز فيه لأنه فيه له بالأخير حيكون فيه له منتج تعليمي الطفل لما بيكون فيه عنده هاي المشكلة فهو ما له قادران يركز انتباهه ضمن عدة مستيرات بتكون موجودة فممكن مثل ما زكرنا أنه يكون فيه جانب من الجوانب اللي هو عن طريق الحمل والولادة فيه ممكن تكون عوامل بيئية اللي نحن هلأ أكتر شي عم نشوفها هالي دائما بيكون بيجيني طفل عنده تشتت انتباهه كتير عالي فدائما بيروحوا باتجاه أنه توحد بيروحوا باتجاه أنه مشاكل بالاضطرابات التواصل ولكن هي بتكون المنشأ الأساسي هو الانتباه الضعيف اللي عنده أو التشتت اللي موجود عنده هذا كمان بيظهر لما نحن مثل ما بيقعد فترات طويلة على التلفزيون بيقعد فترات طويلة على التاب بيكون في عنده الأم بتقولك أنه أنا حاطبته على برنامج تعليمي عم بيحضر فيه صحيح فهو بيكون هذا البرنامج ولو أنه عم بيحضره ولكن هو ما عم بيتحرك جزديا ولا عنده حركة ولكن انتباه وحواسه كله اللي عم بيسمع ويشوف ويراقب يكون عنده هذا الشعور من خلال لقطات كتير سريعة في العشاءات قضوية بتكون كتير سريعة لحتى تعطي هاي الحركة اللي نحن مشوفها بأي فيديو فوقه كمان بيجي الأصوات اللي عم بيسمعها الموسيقى التصويرية أصوات الأشخصيات اللي ممكن عم تحكي فهذا كله بيتجمع وبيفوت عنده الطفل هو بيكون لسه في شيء بالدماغ اسمه حجرات دماغية بتكون لسه أنا بشبه لهم ياها للأمهات مثل كأنه بيت وفي غرف وكيف بقى أنت فوقتي كل شيء مثلا ممكن أساس بدون ما يكون مرتب كل واحد بمكانه فدائما هيك بتفوت المثيرات لدماغ الطفل هو بيكون لسه مال وقادر ليصنفها ويفرزها بالحجرات الدماغية المناسبة فمن هون بينشأ هذا التشطط وبينشأ هاي المشكلة هاللي ما بتظهر غير بالفترات التعليمية اللاحقة اللي بعدين مثل ما حكينا المرة الماضية بيظهر عندي مشاكل تانية ممكن يكون كتير السبب الأساسي فيها وحله بسيط لهيك نحن دائما منخلي وقتلي منسحب هدول الأشياء منلاقي كتير في فرق عند الطفل وعند انتباهه ساعة هون انا بقدر اقول انه هاي المشكلة هي الاساسية هي منشأة بيئي ان ما راحت او ضل في اثار معينة فانا بصير ببحث عن مشاكل تانية يعني رندا خلينا نحكي اكتر هيك شرحتين على تشطط الانتباه شو هو بشكل عام بس خلينا نعرف شو هي الاعراض اللي بتزهر على الطفل شو المدة الزمنية يعني ممكن اللي بتزهر هاي الحالة ممكن هي على فترات طويلة ولا لأ انه مثلا ممكن بيوم الولد ما يكون راية تتكرر عنده على مدى يومين او ثلاثة نحكي عن فترة الزمنية ونحكي عن الاعراض اللي منشوفها على الطفل اغلب الشكوى اللي بتكون من الام انه انا بكون عم ناديله وما بيسمعني راحت فحص طلو وسمع وطلع بيسمع منيح دائما لما بيكون مثلا في عنده حتى طلو لعبة او موبايل مثلا فهو بيروح بينتبه للموبايل بروح بلعب فيه وبيترك اللعبة فهو كان انتباهه انتقائي بشكل اللي هو بيريحه دائما هاي اغلب الاعراض اللي بتكون الام اللي فورا تنتبه لها دائما بنتبه على هذول اطفال بيكونوا بينتقلوا من لعبة للعبة من نشاط لنشاط ما بيكون في عنده انهاء للمهمات نحنا من الخطة العلاجية دائما لما بتفوتي بنشاط مع طفلك انهيه للاخير لا ينتقل علي بعده دائما بيكونوا هنن بينتقلوا من موضوع لموضوع بيكون دائما عينهم تحسيها ما لا ثابتة بانتباههم اي مشتت بسيط ممكن هنن يزبون فيه انواع بتكون تشطط عندهم داخلي يعني هو ممكن تجي براسه فكرة فهي بتشططه تماما عن المحيط اللي قاعد فيه او عن الشي اللي بده ينتبه له دائما بيطلع عنا بيرتبط دائما بمشاكل تانية مثل ما حكينا انه ممكن يكون بيترافق مع احباط بيترافق مع اندفاعية بيكون مندفع كتير بيترافق مع نقص دافعية بيكون ما بيحب يبادر بايشي لانه بيعرف حاله ما حيقدر يكون عنده الانتباه المناسب لينهي هاي المهمة او لا يحصل تعليم بالمرحلة التعليمية بيكون دائما نحنا ذكرناها قبل بمرة بيكون دائما تحصيل معلومات اللي بفوت من مكان وبيطلع من مكان ما بيثبت ما بيصير في عنده خبرة تراكمية هذا كمان بيصير عندي للمستقبل صغرات بالتعليم دائما في فجوات دائما في شيء بده ترميم دائما في شيء مرتبط بمشاكل بالذاكرة فهي كلها نحنا من المؤشرات الأساسية اللي بدني انه انا طفلي لازم انتباه شو المشكلة اللي هو واقع فيها نعم تشتت الانتباه رندا مرتبط ايضا بعدم التواصل ولا ما له علاقة بالتواصل هلأ هو بيكون دائما فيه دائما لما بشوف انا طفل مثلا عنده اضطراب تواصل او عنده تواصل دائما انا اول خطة علاجية له هي اني اشتغل على انتباهه من الاسئلة زكرتيني سألتيني انه كيف انا فيني إيس المدة وعرفها دائما انا بضرب العمر بين رقم 3 ورقم 5 فبيكون المدة بين اقل الدرجة قدي لازم يعود وقت وقدي اعلى مدة لازم يعود فيها فانا هاي هون انا بيس طفلي قدي هو قدران يقود ينتباه على نشاط بالنسبة له ممكن يكون ممل ممكن تلوين ممكن كتابة ممكن التواصل البصري مثل ما اذكرتي بتلاقيه ما بيقدر يسبت عينه بيعين الشخص التاني دائما هو بيكون مترافق مع مشاكل تانية ولكن في درجات بسيطة من تشطط الانتباه بتترافق بتكون موجودة معه هاي اللي علاجة بيكون كتير بسيط وستقن في كتير حالات من اضطراب التواصل ومن انواع من اطياف التوحد كان حل الأساسي هي الشغل على الانتباه وسحب التاب والموبايل وعي الأشياء راندا خلينا نوضح أكتر للمشاهدين بموضوع تشطط الانتباه وين الخطورة بتكون فيه يعني بحال تم اهماله وممكن مثلا نقول انه فترة معينة هو صغير بس يكبار بصير بركز أكتر ممكن تروح هاي الحال ولا لا بده يعني متابع وعلاج هلا مراحل متل ما ذكرنا الانتباه بمر بمراحل متل الانحنا فأول فترة بيكون الانتباه طبعه محدد متل لما البابي بتلاقي ما بنتبه غير على صوت أمه أو على خيال أمه أو على عليها بالمرحلة الثانية بالعمر الأكبر لما بيقطع السنتين بصير الانتباه عشوائي بصير نحنا بنشوف دائما الطفل بيفتح مثلا درج بيلعب بيلعبه بيرجع بيقوم بينتبه على صوت معين بيكون دائما في عنده حركة وعشوائية ومتشتت بعدين لما بيطلع من بعد السنتين وبيقطعهم بيبلش يصير شوي يتكون الانتباه اللي بيكون هو قدران يركز بنشاط معين بمدة معينة مناسبة لعمره وهذا يستمر طول فترة الحياة طفل مثلا الأطفال اللي عندهم تشطط أو اللي عندهم مثلا ممكن صعوبات أو اللي عندهم مثلا ممكن مشاكل من هذا النوع المرتبطة بالتشطط الانتباه منلاقي عمره نبيعلق عن مرحلة الانتباه اللي هي مرحلة التشطط اللي هو دائما تحسين مثل الطفل اللي مبلش يستكشف المرحلة إن كان مثلا لا هو مثل طفل التوحد أو الاضطرابات التواصل المتقدمة فهي بتلاقيها الآن بالمرحلة العمر الأولى اللي هو بيكون لسه انتباه مركز بس على شيء واحد اللي غالبا بيكون داخل فمن هون دائما أنا بيقول لهم إنه نحن بنحاول نرفع هذا الانتباه منزيد وللأسف الشغل مع التطور الانتباه هو كتير بالسواني يعني أنا ممكن أشتغل شهرين ثلاثة بخطة علاجية ما زد له انتباهه غير بالسواني ولكن هذا بيعطي منتاج وبيعطيني مؤشر إنه أنا ممكن يستمر وممكن يتطور ريندا عطينا بعض النصائح للأهل بمساعدة ديمكن الأخصائيين حتى يتخلصوا من هالمشكلة تشتت الانتباه اللي هي عكس التركيز الممكن مثل ما قلتي لبعدين يأثر كتير على التعلم والدراسة نحن دائما منقول لهم إنه خلينا نرجع خطوة لورا بأي مشكلة نحن منواجهها مع طفلنا كتير مهم أنا حطه بروتين ثابت هذا بيريحه وبيريح الأهل كتير مهم إنه أنا لما بيكون ممكن للظروف معينة ممكن طفل جديد ممكن ظروف عمل جديدة للأهل ممكن تخليكم في شوية عدم متابعة لابنهم فممكن مثلا إنهم يعطوه هالموبايل أو هالتابر فأنا إذا ما قدرت أسحبه مباشرة بقدر دائما أنا بقول لهم حطوا بديل ما تخلوا إنه أنا أسحب شي وما تكون عندي بديل كتير مفيد أرجع خطوة لورا أطلع عمشي أنوياء عرفه على الأماكن أعطي ألعاب يقدر يتحرك فيها يقدر يقوي تآذره يقدر شوي يشوف الحياة الثانية بريتم بطيء بعيدا عن الحركات والأصوات والمصيرات البصرية القوية اللي بتجي عن طريق التاب يعني كنا معك رندا بمجموعة من النصائح يلي خصصناها لموضوع تشتت الانتباه خلينا هيك بشكل عام كونه هلأ نحن بموسم مثل ما بيقولوا مدارس نعطي كمان شوية نصائح للأهل بما يخص كيف ممكن نحن ننتبه أكتر على طفلنا كيف ممكن نلاحظ بعض المشكلات اللي فينا نقول سلوكيات معينة خصصا بوقتها الدراسة يعني نقدم نصائح بهذا الموضوع هلأ دائما بيكون في خلط بين انه هو أنا عطيته عادة سيئة بالتعليم أو لا هو فعلا عنده مشكلة نحن دائما منشوف الأمهات اللي بتتشكها هي اللي هي أساسا ما لاعطيه روتين معين لطريقة تعليم طفلة دائما نحن خلينا ننتقل بشي تدريجي دائما خلينا ننقول من مثل ما ذكرنا أنه مثلا أنا عمره ثلاث سنين مثلا لازم يقعد تقريبا تسع دقايق مثلا على نشاط أو لعشر دقايق أنا ما علي إذا حسيته تحرك حسيته تضايق حسيته نزعج ممكن يغير له مكانه أريد أرجع قعده بسواني غير له شوي نشاط لحتى أقدر أرفع له هذا الانتباه وزد له دائما نحن منقول لهم الشغل اللي بالبيت اللي مثلا أنا ممكن خليه ساعدني مثلا يرتب غرفة مثلا يمسح لي طاولة هاي قدي شغلات بسيطة ولكن الطفل كتير بيستمتع فيها وكتير ممكن تخليه يتطور انتباهه بأشياء كتير بسيطة برجع وبركز على إنهاء المهام برجع وبركز على القعدة على الطاولة والكرسي إنه كتير مهم أنا يقعد على الطاولة والكرسي ويبلش مثلا ممكن يلون ممكن يبني مكعبات هاي الأشياء من عمر صغير هي دائما هذا التدخل المبكر هو الخطوة الأساسية الأولى لحتى أنا ما واجه بالمستقبل ما أجي على المرحلة الابتدائية والابني عنده مشكلة وما ليعرفاني كيستدي تطلعوا منها رندا في سؤال عم يسألوه يمكن كل الأمهات أنه فعلا هل الغذاء وخاصة الحلويات بين قوسين ممكن تأثر على تشتت الانتباه يعني في حالات عم يعملوا بعض الأمهات تحمي خالية من الجلوتين لأولادهم حتى يخففوا شوي أو حتى في أدوية عم توصف من قبل أطباء لتخفيف النشاط وحتى للتركيز أكتر فعندك معلومات عن هايش تماما هلأ التدخل الدوائي بيكون لما بيكون في عندي أنا منشأ جماغي عصبي مثل ما ذكرنا أنه ممكن يكون شي عن طريق فترات الحملة الأخيرة صار خلل معين أبدا مو غلط إذا كان في تدخل الدوائي تحت إشراف طبيب دائما نحن منقلهم حتى لو ما كان الطفل عنده مشاكل إذا حسيته شوي متشتت أو خفف له الحلويات خفف له الشوكولات دائما نحن منقلهم مو بس كمان هيك حتى ذكرنا قبل مرة أنه ممكن التفاح ممكن البنادورة ممكن الكتشاب الأكلات اللي فيها موات حافظة في أمات قلتك أنا دائما بعطيه عصير بس هو ما له فريش هو بيكون في موات حافظة هاي كلها بتزيد من الحركة وبالتالي بتأثر على الانتباع دائما موضوع الحلويات أو الشوكولات حتى نحن علينا بيأثر فتلاقي المنبهات كمان إذا كان في طفل أطفال كتير مثلا بيحبوا يشربوا مثلا شاي أو شيء هذا المفروض كمان يتخفف منه ويكون فيه نظام غذائي بيعتمد على خضروات وعلى فواكه وعلى طريقة تغذية ياخد مننا هاي السكر ولكن بدون ما يعطي هاي الحركة أو هاي التشتت يعني رندا أخذنا منك معلومات اليوم كتير مهمة ونصائح كتير مهمة بموضوع تشتت الانتباه وكيف محنا ممكن نعالجه أو حتى نزيد مستوى الانتباه عند أطفال نبدا نشكرك كتير لوجودك معنا الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب شكرا لكم شكرا رندا لوجودك وللمعلومات ونتمنى لك النهار حلو شكرا لك